جاء في الحديث عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشداد بن أوس إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب وهو حديث صحيح اجتمل على جماع الخير وأبواب البر وجماع الفضيلة والنبي صلى الله عليه وسلم أكد تأكيدا عظيما على العناية بهذا الدعاء والعناية بتحقيق ما فيه من المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة ومن ذلكم عباد الله العناية بسلامة القلب وذلك بتنقيته وتزكيته وتطيره من كل أمر يسهط الله ولا سيما الشرك بالله أو الشك في دين الله أو الإصرار على البدع والمعاصي أو نحو ذلك من الآفات التي تعرض للقلوب وتضر بها إضرارا بالغا ترجمة نانسي قنقر